غادر بابا الفاتيكان بابا فرانسيس روما متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستمر ثلاثة أيام تعد زيارة بابا الفاتيكان العراق أول رحلة خارجية له منذ بدء وباء كورونا حيث سيقيم يوم الأحد قداسا في مدينة أربيل بإقليم كردستان كما سيمر بمدينة الموصل ليزور عددا من الكنائس التاريخية من على متن طائرة البابا المتوجهة الآن إلى بغداد مراسلنا عماد الأطرش وفانا بهذه الرسالة البابا أصر أن يكون بهذه الزيارة على بعض من الظروف الصعبة التي فرضتها كورونا على العالم هي أول زيارة له منذ تكشف وباء كورونا وهي أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى العراق كان من المفترض عام 2000 أن يقوم زيارة العراق ولكن الأمور لم يتم لتصار فيها مع النظام الذي كان قائما في العراق فيها وألغيت الزيارة عام 2000 وهو أصر قبل يومين دعا جميع المؤمنين إلى الصراط لفهم من أجل أن يجتم هذه الزيارة التي يرغبها بشدة هو قال في رسالته بالأمس إلى الشعب العراقي بأنه يقصد العراق حاجة وحاصة بأنه يطوق إلى زيارة في منطقة أور في الجنوب العراقي في محافظة الزيارة بالقرب من المصرية وهي مهد النبي إبراهيم إبراهيم الذي يعتبر طبعا بأصلة ديانات السنوية الموحدة ديانة اليهودية والإسلامية والمسيحية ينضم الآن إلينا من بغداد مراسلنا حيدر الاسدي ومن أربيل مراسلنا هواء عزيز إذن حيدر أبدأ معك من بغداد كيف الاستعدادات هي الآن لاستقبال بابا الفاتيكان الاستعدادات كبيرة يوسف استعدادات شعبية واستعدادات أمنية وإعلامية على مستوى الشعبي الآن يوسف تقام صلوات في مختلف كنائس العراق وخصوصا في كنيسة سيدة النجاة هناك قداس يقيمه القساوسة وأيضا بحضور شعبي للصلاة لوصول البابا بسلام وأن تحط طائرته بسلام على أرض مطار بغداد الدولي لتبدأ معها رحلة رسولية عنوانها الأبرز السلام والتعايش السلمي بين الأديان على المستوى الأمني هناك إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد تبدأ من مطار بغداد باتجاه القصر الرئاسي الآن نتواجد في الموقع المخصص لتواجد الإعلاميين حيث سننتقل بعد ذلك إلى القصر الرئاسي حيث مراسم الاستقبال الرسمي التي سوف يقيمها الرئيس العراقي برهم صالح لنيافة البابا الذي سيلتقي هناك بالفعاليات الشعبية ورؤساء الطوائف العراقية على اعتبار أن العراق هو من أكبر وأكثر الدول تنوعا عرقيا في المنطقة هذه الفعاليات سوف تنتهي بلقاء قداسة البابا ومن ثم يتم الانتقال إلى كنيسة مار يوسف أو كنيسة سيدة النجاج لإقامة قدس يقيمه البابا بحضور الشعبي ورسمي طيب أنتقل إلى أربيل مراسلنا هناك هو عزيز هو مخصوصية زيارة البابا لأربيل وما هو برنامجه هناك نعم بداية يوسف أريد أن أشير إلى أننا نتواجد الآن في ضاحية عنكاوة ذات الغلبية المسيحية في قلب مدينة أربيل هناك مظاهر الزينة تغطي شوارع هذه الضاحية وكذلك الجداريات الكبيرة التي تحمل عبارات الترحيب بمقدم الحبر الأعظم هذه الزيارة تعتبر كما تصفها الطوائف المسيحية هنا بزيارة تاريخية وربما تحمل معها رسائل سلام عديدة إلى شعوب المنطقة وخصوصا شعب قليم كردستان المعروف بتنوعه العرقي والإثني والديني طبعا الجميع هنا مبتهجون بمقدم الحبر الأعظم وسيقام قداس كبير طبعا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد في أكبر إستاذ رياضي هنا في مدينة أربيل بحضور أكثر من عشرة آلاف من المسيحيين من مختلف الطوائف المسيحية في قليم كردستان معظم البلدات المحيطة بمدينة أربيل ذات الغالبية المسيحية مثلا بلدة شقلا وأيضا هناك مظاهر زينة واستعدادات كبيرة وصلوات تقام في الكنائس والأديرة يتضرع فيها المسيحيون إلى الباري أن تتم زيارة البابا بشكل طبيعي وبشكل سليم وطبعا الاستعدادات هنا جارية على قدم وساق على المستويين الشعبي والرسمي أيضا أجندة البابا ستكون عندما يصل إلى أربيل طبعا يوم الأحد المقبل سيلتقي في مطار أربيل الدولي برئيس إقليم كردستان نيتشرفان بارزاني وكذلك ربما يلتقي برئيس الحكومة مسؤول بارزاني ومن ثم ينتقل إلى بلدة قرقوش المجاورة لمدينة الموصل ويعود عصرا إلى أربيل مرة أخرى ليقيم هذا القداس الكبير الذي ينتظره الجميع المسيحيين طبعا في أربيل ومحيط أربيل وسهل نينوى الجميع هنا متفائلون بشكل عام بهذه الزيارة حتى على المستوى الرسمي أيضا أشكركم شكرا جزيلا للمراسلين في أربيل كان معنا هو عزيز والشكر أيضا لمراسلنا من بغداد حيدر الأسدي